لا تنفك معابر العراق الحدودية تنشر الصور الفوضى والموت بمختلف أشكاله مع تحولها لبؤرة رئيسة لعملية التهريب غير القانونية من الأسلحة والمخدرات والبضاء الغذائية الفاسدة وحتى البشر ولكنها لم تستثني أيضا أحد أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ألا وهو الدواء فلا يبدو أن شحة الدواء في القطاع العام وليدة الصدفة مع تحكم شبكات إتجار نافذة بهذا القطاع بقبدة من حديد ما يثقل كاهل العراقيين ويفاقم معاناة المرضى الذين يواجهون خطر الموت وبحسب مصادر برلمانية فإن عمليات تهريب الأدوية تتم تحت إشراف جهات سياسية متنفذة وبكميات هائلة عبر المنافذ الحدودية بينما تباع هذه الأدوية للمرضى بأسعار تفوق بمرات عديدة تسعرة وزارة الصحة والمتواطئة بشكل كبير في هذه القضية إلى جانب الأدوية المهربة من خارج الحدود تأخذ الأزمة مسارا آخر عبر مستودعات وزارة الصحة التي تشهد تهريب كميات كبيرة من الدواء بحجة الإتلاف أو انتهاء الصلاحية كما تشير مصادر طبية ولا تقتصر معاناة المواطن العراقي عند حدود تأمين الدواء ودفع ثمنه الباهظ في السوق السوداء فاحتمالية تعرض حياته للخطر كبيرة نظرا لأن بعض هذه الأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو تالفة ف30% فقط من الأدويات الموجودة في صيدليات العراق سالحة للاستهلاك وفق معهد تشاتام هاوس البريطاني في ظل استمرار عمليات تهريب الدواء التي تدر أرباحا سنوية لمنظومة الفساد تقدر بنحو سبعة مليارات دولار سنويا